وقد قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة وتحويل المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة لمصارها حفاظا على الأرواح والممتلكات كما طالبت الأجهزة المواطنين بالتعاون وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر يأتي هذا بعدما تعرضت المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيولم من الأودية إلى بعض المناطق منها منطقة وادي الرمل والكيلو أربعة حيث نجح السدر كمية الذي تم إنشأه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له بحجز كميات من المياه الواردة إليه من الوادي بإجمال كمية مخزنة بحوالي 175 ألف متر مكعب من إجمال سعة تخزينية للسد والتي تبلغ 250 ألف متر مكعب